خلال السوداسي الأول فقط من العام المنقضي، سجل استيراد حاجة الجزائر من القمح صلباً وليناً، ارتفاعاً قياسياً بالمقارنة مع عامي 2011 و2012، أين سجل الإنتاج الوطني حينها ارتفاعاً محفزاً. 1.39 مليار دولار هي قيمة واردات الجزائر من القمح حسب إحصائية مصالح الجمارك فقط في الفترة الممتدة بين جونفي وجويليا من العام الماضي. رقم تعكس ضخامته تراجعاً للإنتاج المحلي في المادة الأكثر طلباً على موائد الجزائريين، إذ تحتاج الجزائر سنوياً ثمانية ملايين طن لتغطية حاجتها، وبذلك تكون في ظل عدم تحقيقها الاكتفاء من ضمن الزبائن الأكثر وفاءاً لأسواق القمح في فرنسا، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. تذبذب الأمطار الموسمية وتقلب المناخ، إضافة إلى عدم انتهاج سياسة زراعية تسمح بالاستغلال واسع النطاق، على غرار ما تنتهجه كبرى الدول المصدرة للحبوب في العالم، يحول دون تحقيق الجزائر حاجتها السنوية من المادة، وهو ما يجعلها تحت رحمة الاستيراد إلى اليوم.